ألفان وخمسة عشر مجرد سنة أخرى ضمن سلسلة السنوات الكارثية في منطقتين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقول منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي المنظمة لم تغير من منهجها الذي يترصد أكثر خروقات الحكومات لحقوق الإنسان خاصة في مجالي حرية التعبير والحريات الفردية والتعصف في استعمال حجة محاربة الإرهاب لكن اللافتة هو في تركيز المنظمة على تداعية النزاع السوري والكارثة الإنسانية التي نجمت عن اجتداد قصف روسيا والنظام السوري على مناطق المدنيين في حلب الذي اعتبرته المنظمة في حكم جرائم الحرب نعتقد أن هذه جرائم قد ترقى لمستوى جرائم حرب وأن الخطوة المقبلة يجب أن تكون تحقيقا شاملا لكن للأسف نظام الأسد لا يسمح بالدخول إلى تلك المناطق وإجراء التحقيقات اللازمة نحن نستخدم صور الأقمار الاصطناعية وتقارير ثانوية يجب عليهم أن يسمح بدخول الأمم المتحدة والمنظمات المستقلة كمنظمة العفو الدولية حتى تجري تحقيقاتها المستقلة تقييم المنظمة للطريقة التي أديرت بها أزمة اللاجئين السوريين تجاوز الأطراف السورية والإقليمية إلى انتقاد أداء كل الدول التي استقبلت تدفق اللاجئين السوريين ولو بدرجات مختلفة ما عرفناه من الحديث مع عاملين في الجهاز الطبي ومدنيين داخل حلب وشمالها بالإضافة إلى بعض النازحين من هناك هو أن غارات الطيران الروسي والسوري كانت تتركز على المنازل المأهولة والمستشفيات وغيرها من الأهداف المدنية كالمدارس هذه خروقات فادحة للقوانين الدولية والإنسانية هذه جرائم حرب بخلفية العواقب المتلاحقة للكارثة السورية منظمة العفو الدولية أطلقت في تقريرها السنوي تحذيرا شديدا من مغبة انهيار تام للحماية الدولية لحقوق الإنسان هذا إن لم يتدارك العالم الموقف في أقرب وقت ممكن تقول المنظمة بعيدا عن حسابات المصالح الذاتية قريبة الأجل كمال علواني الحرة لندن